مرحبا بحلت قهوة خبرية لهيدا اليوم رح نستضيف كمان مثل العادي ضيفة مميزة ولكن تتحدث في مواضيع يمكن مش معودين عليها أو معودين عليها ولكن يمكن مش من فتاة ضيفتنا هي نبأ الدباغ هي صانعة محتوى مرتبط بكرة القدم فقط صاحبة صفحة I speak football only أهلاً نبأ أهلاً فيك بالأول أول سؤال بدي أسألك شو خطر عبالي كرة القدم هل هو عشق؟ دائماً أنسأل هذا السؤال دائماً أول شيء ليش كرة القدم من عمري ثمان سنوات أنا تقريباً بلشت أشوف كأس العالم الـ 98 وحسيت نفسي أنتمي لهذا العالم من شفت كرة القدم حسيت لا أستمتع بالمباراة بكل تفاصيلها بكل شيء يصير بيها فكملت على هذا المنوال لم أكنت أتابع كل شيء مثل هسة هسة مضطرة أنا أشوف كل شيء حتى أكون متابعة مع كل اللي داي يصير بس يعني بلشت بكأس العالم وبعدين شوية شوية لا زدت أكثر وأكثر بلشت تحب تتابعي أندية؟ أندية؟ دوريات مختلفة؟ بطولات مختلفة؟ هو أول شيء بلشت بكأس العالم يعني أول شيء فكنا يعني تعرفين يعني حتى ما يحب كرة القدم كأس العالم يشوفها يعني يشوفها بغض النظر عن أي شيء ويشجع فريق بس أنا بديت بكأس العالم وبعدين دخلت بعالم الأندية وكل هالأمور وتابع نتائج الأندية وكل الأشياء 98 ربحة فرنسا صح؟ صح شفت أنا أنا معلومات الكروية ممتاز تهدي بعرف عمليلي إمتي طيب بدأت بيعني أنا بقول لك ليش بقول لك بعرف مش 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 أطارة يعني بابا من نحن وصغار من فيء الصباح بدنا نحضر فوتبول من نين بليل بدنا نحضر فوتبول بس كيف الواحد بيبني هذه العلاقة مع رياضة معينة خاصة أنه كونك فتاة وتحكي بالفوتبول أو بكرة القدم ما نسألت أنه ليه نقيت كرة القدم لماذا لم تختاري شيء آخر؟ أكيد يعني نسألت ليش ليش بكرة القدم ليش مش أي رياضة ثانية ما عرف أنا بغير رياضات حاولت يعني مثل التنس ولا الباسكتبول بس ما حسيت بنفس الشغف اللي حسيته مع الفوتبول لأنه ما عرف التفاصيل من بداية المباراة إلى نهايتها الشيء غير متوقع الإصابات أو يعني طرد أو هدف أو كل الأمور لأخر دقيقة بها تفاصيل كثير فولهذا أمعرف أنا شخصياً حسيت لا هذه هي الرياضة اللي أنا أحبها بس أكيد ما فكرت أني ها الرياضة اللي راح أكون راح تكون شيء أنا معروفة بي هاي النقطة اللي خلتني لا لا فتتك هلا أنت قلت بدأت تحبي بالـ 98 كان عمرك 8 سنين متى بدأت تشتغل فيها هل بدأت تسجلي فيديوز بالأول ولا كيف كانت بداية صناعة المحتوى اللي مرتبط بكرة القدم بلشت تقريباً على 2015-2016 بلشت بمدونة بلوغ يعني كنت أكتب أول شيء بالإنجليش بس بعدين وفيسبوك وفيسبوك يعني صفحة على الفيسبوك وكنت بس أحط الارتكلز اللي أكتبها بعدين بلشت إنجليزي وعربي وشفت تفاعل أكثر بالعربي بالعربي أكيد أكثر لأن متابعيني كانوا يجون يعني من دول عربية فبس كلها ما كانوا يعرفون أن أنا بنت كانت تكتب وكنت أحط يعني تعليق على مباراة معينة وكل هالأمور بعدين يعني أو يعني تشرح مفصل تقييم اللاعبين وكل هالأشياء فكنت أحاول شوية أزيد أكثر وأكثر بكل مدونة أكتبها بعدين بعد تقريباً على 2017 قررت أن يعني أنشئ بيج على الإنستغرام وكذلك بعدين بدعم الجمهور نفسه هما قالوا لي لا أنت ليش بس على الإنستغرام يعني افتحي يعني يوتيوب يعني كان الإنستغرام قبل اليوتيوب إنستغرام قبل أشهر قبل اليوتيوب كنت نزل على ستوريات التحليل سريع يعني على ستوريات بس حرام يعني تعرفين ستوريات كم ستوري الواحد ينزل وما بتضيين 24 ساعة بضبط وبوقتها لما عم تحكي 2019 قبل ما يصير فيه الريلج قبل ما يصير فيه فيديوز بيعدوا أكتر من الدقيقة صح صح مية بالمية فولهذا كنت نزل على الستوري يقولولي لا يعني أول شي نصدمه طبعا منعرفه أنا بنت هذا هو الموضوع اللي رح نرجع نحكي فيه نصدمه فبعدين لا من شافوني أتكلم بالستوريات كل أمور هم يعني المتابعين هم اللي يشجعوني حتى أدخل على اليوتيوب لأنه أنا ما كنت متعودة أنه أنا أصور نفسي حتى لو تشوفين أول فيديو عندي على اليوتيوب مقارنة بالآن دائما أحط يعني أقول على هذه النقطة أنه كنت خجولة وخايفة من الكاميرا وأتكلم بتردد أشوف اللي كاتبت أنا يعني كاتب رؤوس أقلام أشوفها بعدني ما ممتأكد حتى دقة التصوير وكل الأمور كانت مو أفضل شيء يعني بعدين إحنا كنا نتطور كل أحد بداية شكل ووعدان يوصل شيء ثاني يعني طيب هلأ عطيتيني أنت كمان موضوع على نوعية الفيديو رح نحكي فيها بعد شوية بس قبل نوعية الفيديو بدي أحكي عن نوعية المتابعين قبل ما كمان قبل ما نفوض بتفاصيل كونك سيدة أمرأة تعمل في هذا المجال أو ما بدنا نقول تعمل لديها شغف بهذا المجال بداية شو نوعية المتابعين اللي بلشوا يتابعوك هل كانوا معظمهم من الرجال معظمهم من السيدات مين اللي كان يتابع نبأ أكيد الرجال يعني بالبداية ولي حد الآن النسبة العظمى للرجال إنهم الأكثر يتابعون كرة القدم بس العنصر النسائي صراحة بدأ يطلع عندي شوية يعني كانت تقريبا نسبته 2 إلى 3% الآن صار نسبته تقريبا بين 10 إلى 15% فزادوا أكثر يعني بدأوا يعني حطوني أنا كقدوة إنه أنت تتكلمين كرة القدم إذن أنا أهلي يعني يصدرون أحكام على أنت ولد ليش تتابعين كرة القدم كل هالأمور فهذا الشي اللي أنا فرحني إنه شوف بنات أكثر يدخلون هذا المجال ده شوف بنات يبدأون هما صفحاتهم هما يتكلمون عن كرة القدم أو حتى يحطون تصاميم أو حتى يحطون أهداف أو يحطون تغريدة أو كل هالأمور فيعني هذا الشي يفرحني لأنه أراد أشوف بنات أكثر وما بس يعني نقطة الخوف والخجل وعالمنا العربي والأحكام اللي يصدرها عالمنا العربي على البنت إنه هي لا الكرة القدم مش للبنات للرجال بس طب خليني أسألك بهذا الموضوع تحديدا كيف تقبلكي الجمهور أنتو عم بتعلقي أو يعني أنا بكون قادة عم بحضر فوتبول وأنا كل عمري بحضر مع البابا يعني خلاص أصاص هو يعني بتوصل إلى مرحلة بتقتنعي أنه متعة بس أنه خلاص بدنا نحضر كل الفوتبول اللي بينعرض على كل الشاشات التلفزيون فبتصيري أنه طب بدك تحكي بدك تعلقي هاي دي أوف سايد كنت أوقات لو أكون قادة مع أرعبيني الشباب عم نحضر ماتش فوتبول قول هاي أوف سايد ممكن تطلع بعدين أوف سايد بس بحسسوني بلحظة أنه أنت ما بتفهمي بفضبط هذا الحكم على قرارك حتى لو كان خطأ أو كان صح ما بيخليك تحسي أنه تشكي بحالك وبمعرفتك صح ويعني لحد الآن هذا الشي موجود يعني يعني في ناس تتنمر عليك في هذا الموضوع تتنمر مو بس مسألة تتنمر إذا ما يتفقون معاكي أنت غلط إذا ما يتفقون بالرأي اللي أنت تحطي أنت غلط وهم الصح يعني إذا أنا قلت مسي أحسن لعيب هو مرادون أحسن لعيب بس هذا غير موضوع إذا قلت أنا مسي أحسن لعيب أو أنت مش بتتفقى معي هم خلص على المطبخ أبسط شيء على المطبخ هذا أسهل جواب عندهم ما عندهم نقطة دفاع يعني ما عندهم حتى لو أنت حطت كل الحقائق وكل الأمور يعني أبسط الأشياء يعني شنو أقول مثلا مرة أول ما أجل بوشتينيو مدرب بي أس جي أول ما تم تعني أنا قلت يعني عليه عنده نقاط معينة أول شي هو مو مدرب اللي فايز بالألقاب رح يدير غرفة ملابس كبيرة بأسماء كبيرة قبل ما مسي أصلا يروح فما أشوف أنا المدرب المناسب بي أس جي والآن كلامي بيّن صحيح الآن هو قريب أصلا من أنه يطلع من بي أس جي كمثال بس في كثير قالوا لي لا أنت شنو ما تفهمين أنت لا بيوشتينيو ورح يطور من بي أس جي وكل الأشياء بس هيدا الحكي هلأ يعني مؤخرا بعد ما أنت بنيت قاعدة وصارت العالم تسمعك طب في البداية هلأ يعني يمكن أن يكون هناك نرجع للبداية خلينا نرجع للبداية بالبداية كيف تقبلك المتابعون بالبداية شوفي هو انقسمه وإلكد إلى قسمين بس القسم الأكبر كان قسم الدعم يعني أكو لا ناس صراحة كانوا يطلوني حتى نصائح شو أعمل لا حسني الإضاءة حسني المايك معرف شنو كل هالأمور يتفقون لا بأو في القسم القليل اللي هو لا أنت اشتسوين يعني هنا هيدا عم نحكي بشكل الفيديو بس بنوعية المحتوى محتوى كرة القدم ايه بنوعية انتي جاي بس تكلمين انتي مو جاي تحللين انتي هذا مو يم التحليل كل الأمور يعني هاي يجون كل واحد عادي تفلسف على مثل ما أي أحد يعني الآن موجود بس الشي اللي أنا يعني أول شيء أهم شيء بالنسبة لأي صانع محتوى انه يؤمن بالشيء اللي دا يسوي فأنا كنت مؤمنة بالشيء اللي دا أسوي بالإضافة لأنه راقية الدعم من المتابعين يعني بالرغم من ما في حدا ما رح يجي تعليقات سلبية يعني مستحيل له هو ميسي له ورونالدو ما في حدا ما رح يجي تعليقات سلبية بس كيف يتعامل مع هاي التعليقات السلبية وهذا السؤال كيف كيف يتعامل أول شيء يعني صحيح الواحد رح ينزعج رح يمكن يأثر على معنوياته وكل هالأمور وتأكيد تأثرت بس أنا قررت أنه لا أنا لا حثبت نفسي أكثر لح تستمر بح أكمل أكثر وأكثر فمن جدني فرص بعدين يعني تقريبا على الـ 2018 مقابلات تلفزيونية يعني قلت أكيد يعني هذولا موش جايين وشايفيني أنه أنا وحدة ما تعرف تتكلم وجاي بيها بس علشان تطلع على القناة تعدهم أكيد فيعني هاي صارت عندي مثل التنبيهات أو إشعارات أنه لا أنت ماشي صح كملي كملي فبعدين على نهاية 2018 تم اختياري كسفيرة لكأس آسيا اللي صار بالإمارات هذه كذلك كانت دفعة كبيرة بالنسبة إلي صار عندي مقابلات مع لاعبين وكل هالأمور فكملت يعني شايفة أنه الواحد يحبط شوية يعني بساعة ساعتين يحبط بس بعدين لا يكمل ولحد يومنا هذا من البداية لحد يومنا هذا ما يعني ما أقول لش أنه كل أحد يحبني ولا كل أحد يكرهني في النسبة الغالبية يعني الحمد لله تتابع وتشوف النسبة البسيطة الضائلة اللي هي لازم تكون موجودة اللي هي دائما تحاول تكسر بالشخص بس أنا دائما أقول نصيحتي لكل أحد يعني طنشت عشت انت عشت أهم شيء أول شيء والثاني شغلة يعني البلوك موجود دائما البلوك بعالم السوشال ميديا موجود فأسهل شيء خلص من هال الأشخاص اللي هن المتنمرين عبر مواقع التواصل طب بالنسبة ل كونك امرأة مقابل رجل يعمل في هذا المجال كيف يمكن قياس النجاح كيف بتقولي أنه أنا نجحت أنا هلأ عم بقدر أوصل صحيح أصبحت سفيرة أصبحت العالم تسمعيك في مقابلات تلفزيونية بس لكي تشعري بالنجاح في مجال معظم من الرجال يعني ما في كتير عدد السيدات التي تعمل في مجال التعليق الكروي على الأقل ما بدنا نحكي عن المحتوى صناعة المحتوى بس هذا النوع من التعليق والتعليق على هذا نوع من الرياضات يعني أنت لم تختاري كرة القدم للسيدات أنت اختارت كرة القدم عامة كيف تقيسي نجاحك بقيس نجاحي طبعا مقارنة مع الرجل طبعا بكوني يعني دائما من يكون أي حدث رياضي أو كل هالأمور دائما أنا أحسب من ضمن هذول هم المعروفين بالسوشال ميديا المحللين المعروفين دائما هم أسماء كل الرجال وأنا فهذه وحدة من الأشياء اللي تخليني أوكي أنا أنا على الطريق الصحيح أنا مكملة بالإضافة لهذا الشيء كل واحد يمشي بالطريق اللي هو يعني رسمه لنفسه كصانع محتوى رياضي أنا بلشت بالبداية أنه بس تحليل بعدين لا أنا حاولت أتوسع أكثر أنا قلت أنا هو الشنو العنوان مالتي لغتي كرة القدم فعني مو بس أنا ملتزمة بتحليل أو ملتزمة بشي معين صرت أعمل ردات فعل صرت ألعب بلاي ستيشن فيفا صرت أعمل سكتشات تمثيلية الآن هذا الشيء ما كان موجود أبدا قبل بس صرت أعمل يعني مقابلات فتوسعت كثير فالواحد هو من يطور نفسه بنفسه رح يعرف أنه هو ماشي على الطريق الصحيح ورح ماشي على الطريق النجاح بالإضافة إلى هاي مثل ما ذكرت يعني المقابلات التعيني كسفيرة كأس آسيا الآن كأس العرب إن شاء الله رح يكون إلي تغطية فيعني في كثير أمور صارت اللي تخلينا أؤمن أنه أنا الحمد لله يعني ما أقول وصلت بس بالطريق شو أهمية أنك تتوسعي قديش كان مهم أنك تنوعي وتتوسعي جدا مهم أول شيء توصلين لشريحة أكبر من متابعي كرة القدم الشغلة الثانية طبعا يعني أنت ما تكونين محددة بمحتوى صحيح فيه ناس يعني معروف أوكي هذا الشخص معروف أنه هو يعمل سكتشات تمثيلية بس هذا الشخص معروف أنه راح يجي وحلل المباراة بأدق تفاصيلها أنا حبيت لا أنا حبيت أكون الشخص اللي دائما الناس تعرفه أنه هو كرة القدم أي شيء كرة القدم الآن يعني حتى بالنسبة على الإنستغرام أبسط شيء إذا يعني كل مباراة أتابعها أحط أهداف بتعليق يعني يعني أنا أعلق على مثلا رونالدو سجل هدف وكل الأشياء إذا صار لقطة مضحكة كل الأمور فصارت الناس تيجي دائماً هم يقولولي يعني تيجي على الستوري حتى تشوف الأهداف عندي يعني يقولولي إحنا بطلنا نروح على اليوتيوب وكل الأشياء صارنا نيجي للستوري ما بيجوا ليك جماعة الحقوق حق النشر لا لا لأنه هو بس الهدف يعني كم ثانية يعني وهو 24 ساعة ما منزلت أنا على البوست يعني فهاي الشغلة اللي يعني أفرح تخليني أفرح ودائماً صاروا الآن يشاركوني هم يعني هذا عاجبني أنه أنا صارت أبني ترايب بالفوتبول يعني ترايب وهذا الشي المهم بالنسبة إلي صاروا الناس هم يشاركوني بلحظاتهم وينيشوفون الأهداف وكل الأشياء هم يشاركوني مثلاً بخبر معين شيء معين أي شيء بخص كرة القدم أنا يكون أول شخص يذكروا حلو فهذا الشي المهم بالنسبة إلي الآن طب خليني أسألك شو هي أكثر منصة أنت موجود عليها عندك فيها متابعين وعندك فيها تفاعل هي بشوف هي بكل المنصات الحمد لله تفاعل ممتاز وكل هالأمور فيسبوك عندي الأعلى متابعين مو أقول الأعلى تفاعلاً بس الأعلى متابعين عندي تقريباً 800 ألف الآن عندي كذلك على التيك توك تقريباً وصت 300 ألف وعلى على اليوتيوب تقريباً 240 ألف وعلى الإنستغرام 100 ألف 108 خليني أسألك مش عدد المتابعين أكثر محتوى صار عليه إنترأكشن من اللي عندك أكثر أما مشاهدات أو تعليقات كان شو؟ هي دائماً إذا من نجي على اليوتيوب فمن ناحية الفلوغات دائماً تجيب على مستوى تفاعل أو على اليوتيوب الشي اللي فاجأني وصدمني هو الجمهور الجزائري منتكلمة مصار أمم أفريقيا منتكلمت على المنتخب الجزائري أنا جت شاركت فرحتي يعني وتكلمت عن المباريات اللي لعبوها ولاحظت أن الجمهور الجزائري ما شاء الله عليهم يعني الرائعين صراحة من ناحية يحبهم المنتخب بلدهم فيعني هاي الفيديوهات اللي تخصت للمنتخب الجزائري زائداً الفلوغات دائماً ما تجيب أكثر تفاعل بالنسبة للإنستغرام هي مسألة يعني أنا دائماً الحمد لله أقول دائماً على هذه الشي أنه تجيلي فرص أن أقابل اللاعبين أخذ صور ويلاعبين أو مدربين أو كل هالأمور من خلال الإفنس اللي أروح لها فهاي الأكيد أكثر أكثر صور ممكن أنه تجيب يعني أو يدفعنوا الناس وياها في معد هذا الشي الفيديوهات التمثيلية السكتشات التمثيلية اللي أعملها الآن بهذا الموسم بلشتها وطبعاً مرات حسب شوف شون الخبر يعني مثلاً من خرج مسي صار تفاعل كثير على هذا الخبر حكينا شوي عن المحتوى خلالها نحكي عن نوعية التصوير قلت أنه في البداية الفيديوهات اللي كنت تنزليها كان طريقة التصوير مش واضحة الكاميرا ما كانة مش صاح ما هي أهمية أنك تحسني من نوعية الصورة ونوعية الصوت في المادة التي تقدمينها هل جابت لك أنا متابعين أكتر وصار في تفاعل أكتر لكن قديش بحاجة هذا المحتوى الملك ليكون مدعوم بنوعية جيدة الآن على عالم بعالم الديجيتال ميديا عموماً أو الديجيتال كله في منافسة كبيرة يعني في أشخاص ما شاء الله الفيديوهات اللي عملوها والمونتاج وكل الأمور فأنت بحاجة لأنه أنت تكونين مو أقول بهذا اللفل بس يكون عن اللفل جيد من أجل جذب انتباه المتابع لأن المتابع يشوف آلاف الفيديوهات باليوم على مختلف السوشال ميديا فأنتي كيف تكونين الشخص اللي يجذب هذا الانتباه كيف تكونين الشخص اللي يكون يعني متفرد بالشي اللي دايسوي من ناحية المونتاج ومن ناحية الإضاءة من ناحية الصوت وأنتي كشخص يعني لو تجيين تفتحين فيديو وتشوفين الإضاءة مش كويسة ما رح تكملين به أنتي ما رح تكملين بالفيديو والصوت مش واضح هذا في أكيد هاي تفاصيل يمكن المتابع نفسه مو مفكر بيها بس لا إراديا هو الآن بعد أن تابع فيديوهات بجودة عالية رح يتوقع هذا الشي من اليوتيوبر أو من صانع المحتوى اللي دايس يشوفه طب هل صناعة المحتوى والمحتوى المتخصص اللي بتشتغلي فيه نبأ هل ممكن يكون فيه له مردود مادة؟ أكيد هذا الشيء أكيد يعني أنت بتعيش منه ألا عندك وظيفة ثانية؟ أنا عندي وظيفة ثانية من يعني من أنا بلشت أنا عندي أورادي وظيفة وهذا يمكن الشيء اللي خلاني ما أركز مية بالمية على صناعة المحتوى أنا أحيانا يعني الواحد صعب عليه أنه تعرفين يعني فيه وقت معين بعد الشغل والعمل أنه تشتغلين على صناعة المحتوى فممكن بعكس غير صناع محتوى بالعالم الكروي أنا أحيانا اللي بي أنشر بس أحاول أنه أكون متواجدة دائما بالحدث هذا نوع عالم تنسيكي بلضب مو بس تنساني خلاص يعني هذا هذا اللي داي تكلم أنا ليش متابعك فهذه الشغلة لازم تكونين مكملة بهذا الموضوع بالإضافة إلى أنه يعني العمل يأخذ كثير من الوقت فأنتي كيف ممكن تتوافقين بين هذا وهذا بالنسبة لصناعة المحتوى الكروي صعب بس بالنسبة لصناعة المحتوى الكروي في كثير الآن تركوا شغلهم وخلاص مراكزين على أنهم بس يصنعوا المحتوى الكروي يعني يعرفوا كثير في وصلوا يعني الآن بس أنهم مبادئين مثلا من قبل أو هما مراكزين أو هما خلاص أخذوا هاي الخطوة القوية والكبيرة بيترك العمل وتركيز على حساباتهم بالسوشال وقدروا ينجحوا مكملين طبعا ناجحين لحد الآن شو تعلمتي منهم شوفي هو دائما أهم شيء الواحد يستمر 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 بصناعة المحتوى هذا أهم شيء ويقدم طبعا لأنه يعني إذا إذا بس نجعل المستوى الرياضي من ناحية صناعة المحتوى الكروي في الآن ليكثرون الناس ليكثرون في فتيات تنين هلأ ما في فتيات لحد الآن اللي أشوفهم يعني وصلوا بس في رغبة بس في رغبة طبعا في كثير بسبب المجتمعنا تعارفيني شوية يحد من هذا الشي هيدول البنات اللي حابين وعندوا الرغبة وعن بيحاولوا شو بتحب تقولي لو أنت بعد قدامك الطريق طويل وأنت مثابرة وعن بتقولي يعني قلتي لي أنت ماشية صح كملة فعلى رغم من المتنمرين هيدول البنات اللي حابين يفوتوا بهذا المجال سواء كنا عم نحكي عن كرة القدم أو أي نوع من الرياضة الأخرى التي تعتبر رياضات ذكرية والبنات ما بيفهموا فيها هيدول البنات اللي بيفهموا فيها وحابين يحكوا شو بتقولي لهم لا تخافون هذا أهم شي يعني لا تخافون من أنه رح يتهجمون عليكم ممكن المتابعين أو بالبداية خصوصا يعني فهي المشكلة بالنسبة لنا كبنات يعني أشوف يعني لو جيبين رجل يحكي نفس الفيديو نفسه 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 بالنسبة للمتابع لأنه أنا بنت لأنه بمجتمعنا هذا مثل ما قلت البنت تحتاج تثبت نفسها أكثر حتى تشتغل أكثر تشتغل على نفسها أكثر يمكن هذا الشي اللي خلاني أنا أستمر يعني أستمر بهذا الموضوع أنه حاول أنا من الأشخاص أنا شخصيا يعني أحاول أنه دائما يعني ما أترك شي على النص يعني أستمر بي ما أحب أتركه أبدا يعني إذا أريد وأريد أثبت نفسي خصوصا إذا أحد تحداني لا أنت ما تعرفين بهذا الشي أو كل الأمور فهذا الشي لا أنا بعرف هذا الشي بداخلي أنا بس هما في بنات يعني يجون علي وحتى يخبروني أنه لا أنا تعرضت للتنمر وانتي 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 وعلى المطبخ وكل الأمور لا كملوا يعني هذا الشي رح يستمر منه وخمسين سنة كملوا يعني أنت إذا مؤمنة فعلا بالمحتوى اللي دا تسوي ومؤمنة أنه أنت تريدين تشتغلين بهذا المجال لا كملوا ما تتوقفون يعني بنت أو رجل أو كل هالأمور كملوا طيب من مثلك الأعلى هل هو حدا له علاقة بالرياضة هل هي امرأة أم رجل مين الشخص اللي بتطلع تنظرين إليه أنه هذا هو الشخص اللي أنا ممكن حب كون مثله أو مثله هو مو المسألة أنه حب أكون مثله بس أحب يعني هذا الشخص لأنه اشتغل على نفسه فعلا اللي هو كريستيانو رونالدو دخلنا بريال مدريد وحركة تتفضلي ليش بس هلا على فكرة هو مع منشستر يونايتد رجع على بيته يعني الأصلي بس كمل أوكي ليش كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو يعني ليش أنا يعني ممكن إذا يسألوني دائما دائما يسألوني على المفاضلة بينه وبين مسي أنا مو أقول هي مو مسألة مفاضلة هم أثنين هم يعني ما رح نختلف إنهم أساطير بس رونالدو لأنه ما هو ولد بهذه الفطرة بالفطرة هو موهوب بس رونالدو لا اشتغل أضعاف على نفسه وكل سنة عن سنة يثبت نفسه كل سنة نقول خلص رونالدو هذا آخر موصم رونالدو هذا يعني بعد ما رح يقدم شي ويكون يصير الهداف وكسر أرقام قياسية وقفز قفزة معرف مترو معرف اش قد فيعني صراحة كل ما كل ما أقول لا خلص رونالدو لا ما خلص رونالدو فهو من الأشخاص اللي دائما يخلوني يعني أكون يعني أطلع أكثر وأكثر وأطمح لأكثر وأكثر الطموحة هو اللي خلاني يعتبر قدوة كشخص أنا بدي أقولك في كتاب اسمه talent is overrated جيبي قري لأنه كتير interesting بس بدي خبرك ليش عم بقولك هيدا الكتاب يتحدث عن أهمية التمرين والتدريب يعني ممكن الواحد يكون عنده الموهبة ولكن إذا لم يبني على هذه الموهبة ولم ينمي هذه الموهبة بحياته مش راحة مش راح يقدر يوصل فالمثابرة وكمان ماركوم جلادويل اللي كتب كتاب outliers بيقول بأي موضوع لحتى تقدر تعامله أو لحتى تقدر تنجح فيه فبالنهاية التمرين فأنت برأيك أنه من وراء مشوار رونالدو بموضوع التمرين والعمل على نفسه قدرت أنت توصلي كمان أو تعلمت منه هيدا الشيء تعلمت منه ولازلت أتعلم لازلت كل يوم أنصدم بشي معين هو ممكن يعمل أو رقم معين ممكن يحطمه ولهذا دائما أنه حطه ببالي حتى لو وصلت لشيء الأريدة لازم يكون عندي طموح أعلى وأعلى من هذا الشيء طيب فينا نتفق أنه مرادونا أحسن لعيب بالعالم ولا صعبة هلأ بنوصل البودكاست مرئة هيك معلومة فيني مرئة فيك فيك أوكي أنت بتتفق معي يعني أوكي خلاص غير نكمل حديث خلينا نحكي عن ثلاثة مواقف غيرت حياتك إذا بدنا نرجع لطفولة نبأ لليوم ثلاثة مواقف غيرت حياتك أول شيء رح أقول يمكن شيء يعني أذكرة كنت أنا رح أدرس ماجستير ب ب ب إسبانيا كنت رح قدمت وقبلت ورح أروح وكل الأمور وجامعة لها يعني ربط بريال مدريد ومؤسسة ريال مدريد وأنه في إمكانية له يعني الواحد يحصل يعني اش ثموها درجات أو معدل حلو أنه ممكن يشتول بالقسم التسويقي لريال مدريد وطبعا يعني هذا الشيء يعتبر كبير بس صار تغييرات بالخطة وما صارت ما ضبطت هذا الشيء بالضبط تقريبا من 2015 16 وبعدين صارت عندي فرصة هذه يعني هي ما فكرت بها مسألة السوشال ميديا ما كنت مفكر أنه أنا يعني بلشت بها كشيء أنا خالص خاص شغفت كان مشروع شغف أحب كرة القدم وأحبيت هذا الشيء أعمله يعني بعدين اتغير كل شيء فيمكن هاي الموقف اللي صار يمكن أحبطني لأنه ما رحدت وما صار هذا الشيء وما تحقق بس صار شيء الأحسن من عنده هذا الشيء يعني يمكن ما نكتب لي هذاك شين كتب لي هذا الشيء يعني فغيرك مشوارك اي فغيرلي يعني غيرلي كثير من الأشياء مواقف يعني طبعا أكيد يعني جيتي للإمارات نفسها يعني الإمارات البلد اللي دائما يعطي فرص للناس يعني أنا يمكن لو كنت بلدي أو أي بلد ثاني يمكن ما حصلت هذه الفرصة ما حصلت فرصة أنه أوصل اللي أنا وصلت عليه فهي يعني يمكن موقف ثاني أنه اصطريت أطلع من بلدي مع الأسف بس بنفس الوقت جاءت البلد اعتبرها بلدي ثاني فهذه نقطة جدا 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 اعتبرها تغيير مهم صار بحياتي والشغلة ثالث راح تركها للمستقبل ممكن شي صاري غير طب هيدا بثلاث موقف غيرت حياتك أصعب ثلاث لحظات بحياتك شو كانت أصعب ثلاث هو أول شي طبعا كذلك خروجي من بلدي يعني لحد الآن أنا من طلعت من 16 سنة رحت مرة بس كان يعني هو من 15 سنة يعني بس فهذه شي كيف أسألك ليه تركتي بسبب وضع الحرب بالعراق يعني طريت أنه أطلع مع أهلك مع أهلي وما رجعت يعني من وقتها فحبت جدا أنه أروح كل مرة أريد أروح بس يعني تصير أشياء وكل هالأمور وما صارت الفرصة أن أروح فهذا واحد كان من أصعب المواقف بالنسبة لي يمكن بالإضافة لهذا الشي يعني موقف صعب ما أعرف يعني فيه كثير مواقف صعب بس ما ما فيه شي بالي يعني معين ممكن أشياء معينة هي بنطاق عملي صارت منعتني من أنه أو ممنعتني ما خلتني أو ما خلتني أنه أنا ما أعطتني الفرصة أنه أنا أثبت نفسي فيها خليني أسألك بما أنه شوي نكدت عليك خليني أخذك على شي البوزيتف على شي الإيجابي وتقليلي أسعد أو أجمل ثلاث لحظات بحياتك أول لحظة لقائب لعب ريال مدريد هذه من أجمل لحظات لينو على ريال مدريد اليوم أوكي هلأ بتزعل صديقتي منها الحيمود لأنه تعمل بريال مدريد قد ما بتحبهم لا هاي يعني صراحة فرصة يعني مسابقة صارت وأول مرة بحياتي أربح مثل هالمسابقة فلقاء يعني سواء كان لعب ريال مدريد أو أي فا وخصوصا يعني منكون فريقي أنا المفضل منصر مثل هالفرصة وتأخذين صور معاهم وتأخذين تحكي ومعاهم وتعطي بالحكي هذه من أسعد اللحظات أكيد 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 يعني بدون أي شك اللحظة الثانية هي من يعني تم تعيني سفيرة كأس آسيا لأنه يعني كنت ببدايتي بالألفين وثمانطعش بنهاية الألفين وثمانطعش ويعني كأس آسيا وبالإمارات وممثلة عن العراق صراحة حسيت بلحظة فخر بوقتها يعني من أسعد اللحظات بالنسبة إلي بالإضافة لهذا الشي يمكن من أسعد اللحظات هي دائما دائما تكون من يعني المتابعيني أنا من يكونون هما يعني مشاركوني لحظاتهم يعني دائما لأنه بالأخير أنا إنسان حالي من حالهم فليش أنا داي شاركوني مثلا بلحظة معينة وبشي معين مو غير فهذه من اللحظات فهذه من اللحظات فعلا اللي تسعدني يعني دائما تخليني أكمل أواصل وكل هالأمور أنا رح شارك معيك لحظة هلا أنا بالنسبة لإلي من أنا وصغيري مارادونا عشق أموت بشي اسمه مارادونا بحبه من أنا وصغيري بحضر وطبعا بابا بيستلمني بابا ما بيحب الأرجنتين ولا بيحب مارادونا أنا بحب الأرجنتين فدايما لما يكون فيه شي مارادونا يخسر بماتش أو مارادونا يقبضوا عليه بقضية مؤقتين بابا يجي اللي شفت هيدا اللعيب اللي أنت بتحبي كنت أشتغل بتلفزيون دبي ومارادونا عمل برنامج لتلفزيون دبي ولتقيت فيه يمكن خمس أو ست مرات شن الشعور؟ رح قلك أنه أنا ستارسترك ما قدرت أحكي معه وما قدرت أتصور معه ولليوم الله يرحمه يعني هو توفى من سنة تقريبا بشهر عشرة سنة الماض لليوم حرق بقلبي أنه أنا شفته وقفت حده في بيني وبينه متر ونص وما تصورت معه فهيدي لما الإنسان ما يقتنص الفرصة أنه تصوري مع حدا بيهمك أمره كيف؟ فمسلا هاي أنا عم شاركك بإحدى اللحظات كيف أنا أنا مع كريستيانو ما تصورتي؟ لحد الآن ما ضفتت أنه أتصور معه ما ضفتت يعني أنا أوقف وصلت أنا هنا ورونالدو هنا يعني في وقت حفلة جلوب سوكر حفلة جلوب سوكر قبل سنتين وقلت لها أنه أريد صورة رقل لي ويت ويت ومع شنو أنا واتف أنتظر عبالي رح يعني رونالدو رح يأطيني من فبعدين خلاص أتصور مع أقلت ونازل تتصور أردي واقفة أنا لا أنا أردت بديك الصورة ما يقول المومنت يعني فخلاص صاح هاي هاي نروحنا المومنت يعني بس إن شاء الله بترجع بتصوري مع رونالدو بعضه زمان خليني كمين أسألك شو هي رسالة نبأ بالحياة وبعدين تذكر نحنا في قهوة وخبرية بدي رسالة نبأ بالحياة ورسالة نبأ للفتاة العربية اللي عندها حلم وحاس إنه في شي عم بيقف بيضربة معا بيخليها تتحقق دائما خليكون يعني عندك أو عندك هدف هدف معين بالحياة تريد توصلها وحتى لو وصلت لهذا الهدف خليه هدف ثاني وثالث لا يعني لا تستخدم أي موقف ممكن سلبي يصير معاك إنه الحياة انتهت يعني هذا أهم شيء الواحد الأمور اللي ممكن تعتبر سلبية تصير بحياتها تخليه أقوى وأقوى فهذه واحدة من الأشياء دائما أنا أحب أحطها لنفسي يعني ما أحب أنا الشخص اللي يكون كسول وقاعد وما يسوي شيء دائما تشوفيني أنا مشغولة 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 بشنو مشغولة ده أسوي شيء يا أما بالشغل يا أما بالجم يا أما ده أتعلم لغة يا أما ده أصور محتوى ده أشتغر على صناعة محتوى أي شيء أي شيء بس ما أحاول ما أخلي نفسي فاضي هاي الأوقات ممكن ساعة مرة بالأسبوع اللي يكون بها فاضي بتحسي أنه تقل لازم أكون عم بعمل شيء بضبط أحس لا ليش أنا قاعدة لازم أسوي شيء فعلا فدائما تخلي الواحد يكون عنده طموح وهدف بالحياة بالنسبة لي أي صانع محتوى أو صانعة محتوى فتاة خلي يكون أول شيء بالنسبة لي الهدف يعني أنت شنو تريدين هل تريدين فقط أنه أنا الناس تعرفني يعني الآن صارت كثير الناس بس تريد أنه أنا حطيني أنا حطيني يعني خلي الناس تعرفني بس هو بالأخير ما دا يصنع محتوى شيء يفيد الناس إحنا دائما نقول إحنا صانعين محتوى المحتوى هو الملك بالضبط يعني لازم يكون المحتوى هادف لازم المحتوى يكون بالشخص المتلقي رح يستفاد من عنده لأن بالأخير لو أنا جاي هاي كيفكم يعني ما رح شنو حيستفاد رح يتابع يمكن شخص شخصين اليوم وبكرة رح يبطلوا متابعة فهذا أهم شيء لازم يكون المحتوى في رسالة معينة أنا رسالتي من أول ما بلشت أنه لازم نشوف كرة القدم بالطريقة الصحيحة يعني صحيحية بيها انفعالات بيها تعصيب بيها فرح بيها تتحيز الطرف على حساب طرف هذا الشيء يعني فيه ناس كثير لحد هاي اللحظة ما يعرفون أنا منه أتابع أو بيفكروا أنا بشجع فريق معين هو مو هذا الفريق لأنه أنا بس شفتك لبسي مانشستر يونايتد حبيتك بس ما معلش كاملة خلص خلص فيعني هاي الشغلة اللي أنا يعني الحمد لله فيه كثير يعني طبعا فيه ناس تفكروا أنه أنا متحيزة الفريق من أجي بس أنا أقولهم دا أنا شنو مستفادة منه أنا كشخص هسا رجيت مدحث مانشستر يونايتد وهم كانوا ما لعبوا أفضل مباراة شنو أنا رح أستفادة رح تنتقدي ورح يقولوا أنه ما بتفهم بالفتبول بضربط فأنا أجي أتكلم بكل حيادي خلص هذا سوى هيك هذا سوى هيك والسلام عليكم عجبكم ما عجبكم هذا هو الشي الصحيح يعني فهاي الشغلة اللي هو لازم يكون الواحد دائما بكرة القدم يحاول يكون حيادي وبس صحيح من أدخلت موضوع التشجيع من ناحية ردات الفعل دائما أقولهم أفصلوا أفصلوا بين التحليل والتشجيع التحليل شي التشجيع شي ثاني وكلنا ما فيه محلل ما يشجع فريق ليش يحب كرة القدم ليش جاي يحلل كرة القدم أكيد هو إيميل الفريق معين في كثير ناس بالبداية صانع محتوى كانوا يتحفظون على اسم الفريق اللي هم يشجعوه لأنه خايفين من ردة فعل الناس خصوصاً اللي يشجعون ريال مدريد أو برشلونة لأنه اللي بيشجع هذا ما كثير بتفاعل معك رح تجي موجة ضحك واستهزاء وكل الأمور من بعد ما يخسر الفريق اللي يشجعها فبالعكس ها هي تزيد من حلاوة كرة القدم خلاص يعني الآن صارت عادي يعني ذاك اليوم أنا شجع المنتخب الإيطالي يعني عالمياً أي فأجي يعني بس خسروا تعادلوا والهما الآن صاروا بالملحق مثل بورتغال أي لكأس العالم فكل أحد يجاني هجوب هجوب خسروا إيطاليا ما رح يروحون الكأس العالم فقلت له ما شاء الله يعني أنه أنت وجايين علي مخصوص علشان يعني تضحكوا على هذا الموضوع فهذا الشي اللي يعني بس هذا بيخلقناه من التفاعل بالضبط مية بالمية إذا نحنا حبينا نتابع نبا وين من لقيك بتلاعيني على فيسبوك وعلى تيك توك وعلى انستغرام وعلى على تيك توك وفي أو يوتيوب كيف من لقيك اسم الأكاونت I speak football only أو نبا الدباغ يعني بالعربي مندور على I speak football only وعجبني لما قلت لغتي هي كرة القدم حلو وهو هاي من البداية إن شاء الله نحنا بقهوة خبرية حكينا لغتك وإن شاء الله تكون قهوتنا على زوئك مية بالمية ونكمل حديث كرة القدم نحنا أنا وياك بعد إن شاء الله شكرا لقلك نبا شكرا شكرا هايبتي